بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله هنبتد مع بعض الجزء الثاني من الفصل الثالث لمقرر نظم بالمعالج الضقيق في الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه arithmetic and logic instructions اللي هي أوامر العمليات الحسابية والمنطقية وبنقول إن الأوامر العمليات الحسابية والمنطقية بتنقسم لعدد من الأجزاء أو عدد من المكونات أول جزء اسمه single address وده معناه إن العمليات التي تتم ينتج عنها ها address وحيد فقط double address معناها إن العمليات التي تنتج تتكون من عنوانين triple address ومعناها إن العمليات التي تنتج تتكون من ثلاث عنوين عشان كده بقول مع بعض إن arithmetic logic operations provide the primary data processing capabilities of the computer يعني إيه يعني الكمبيوتر جماعة هي أول عمليات بدائية بيقوم بيها وأساسية هي عمليات الحسابية والمنطقية معايا فإذا دي حاجة مهمة جداً لازم يكون يؤديها وإحنا اتفقنا كام عنوان كام نوع ثلاثة single address double address triple address تعال نشوفهم بتفاصيل مع بعض single address بس إحنا قلناها دلوقتي إن العمليات ينتج عنها عنوان واحد فقط ماذا كده؟ اه طيب ناخد مثال لو عندك operand اسمه operand رقم واحد البراند ده جاي مثلاً من مين؟ من instruction address دي يعني إيه جاي من عنوان يعني كان موجود في memory والميموري دي لها عنوان أوكي؟ تمام؟ طيب وتفاعل وعمل process مع data جاية من register ويكون register X ونتج عن هذه العملية ركز معي قوي بقى نتج عن هذه العملية operand 1 تم تخزينه وقيمة ناتج اتخزين في register X أصبح دلوقتي الناتج النهائي في كام عنوان لاحظ إن البراند 1 تم تخزينه في memory وعنوان واحد مش كده؟ لها عنوان لكن الرجستر X ده مجلوش عنوان في الزاكرة مش كده؟ لأن data تخزينت في register أصبح الناتج الـ operation الأخير ده شايفو؟ الناتج ده كله فيه كام عنوان صح فيه عنوان واحد بس أصبحت العملية single address إذن لو نتج عن العملية عنوان واحد فقط تم التعامل معه في الزاكرة يبقى أصبح اسمه إيه؟ single address طب هتقولي طب وده لا أو لك الريزلت تم تخزينه بس في register ما تخزينش في memory ماليوش عنوان إذن العنوان اللذي تم تخزينه بس هو البراند 1 تم تخزينه في عنوان واحد فقط أصبحت العملية single address طيب نشوف مع بعض الضبل double address تعال نشوف المثال ده مع بعض أوبراند 1 جاي من عنوان أوبراند 2 جاي من عنوان حصل العملية process وتم تخزين أوبراند 1 في عنوان في الزاكرة وتم تخزين أوبراند 2 تاني ناتج هذه العملية في الزاكرة أصبح ده له عنوان أوبراند 1 وأوبراند 2 كمان له عنوان في الزاكرة يبقى الناتج النهائي كم عنوان يا جماعة هنا صح؟ عنوانين؟ عنوان أولي لأوبراند 1 وعنوان تاني لأوبراند من 2 أصبحت العملية دي اسمها إيه بقى؟ double address طيب نشوف كمان triple address آه تعال نشوف مع بعض لنفرض انك انت عندك أوبراند 1 وأوبراند 2 وواحد كمان destination جاي عملوا عليها process عملية ونتج عن هذه العملية ان كل من أوبراند 1 اتخزين في عنوان أوبراند 2 اتخزين في عنوان كمان والناتج النهائي كمان تم تخزينه في الزاكرة عند عنوان محدد أصبح الناتج النهائي كام عنوان يا شباب هنا في الجزء ده فعلا ثلاثة عنوان إذا تسمى triple address عنوان سلاسي فهمنا بقى الفرق ما بين single address وال double address والtribble address هو الناتج النهائي للعملية تم تخزينه في كام عنوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته